نصف حياة هنا ونصف أمل لكن الفشل في النجاة لا يجد الوقت الكافي للاستلقاء على سرير كهذا وكهؤلاء المرضى على أسرة قسم الكلاب مدينة تايس تبدو فرص البقاء ضئيلة بالنظر إلحالتهم الصحية المتدهورة وظروف المستشفى بشكل عام منكوبون على أكثر من صعيد إرهاق المريض وأسرته نفسيا وجسديا وتعب الغسيل ورعب الفتك الذي يتربص بهم في غرف لا يسمع فيها سوى صوت أجهزة الإنعاش والأنابيب الموصولة وآهات المرضى تقول مرضمة أطباء بلا حدود في اليمن إن أكثر من أربعة آلاف مريض بالفشل الكلوي مهددون بالموت بسبب قلة المواد الطبية الضرورية المتوفرة في البلاد تضيف المرضمة في تقرير حديث لها أن هؤلاء المرضى يحتاجون عادة إلى ثلاث جلسات غسيل كلوي إسبوعيا لكن وبسبب الظروف الحالية فإن معظمهم لا يستطيع الحصول إلا على جلستين فقط بعد أن اضطروا لتخفيض ساعات الغسيل أو التنازل عن واحدة إسبوعيا بحكم أوضاع الحرب ونقص المؤن وانعدام الوقود والديزل المشغل للمولدات الكهربائية بالتزومن مع انطفاء التيار فضلا عن القدرة الاستيعابية المحدودة لمراكز الغسيل بالمجمل الحكومة وهي المعنية بتوفير ما يلزم من متطلبات للمراكز الصحية والمصشفيات بقيت غائبة وظلت تسترق السمع لصراخات ومنشادات الأهالي والمنظمات المحلية وكأي ملف إنساني آخر ظلت الحكومة تتعامل مع المراكز الصحية في البلد دون المستوى وبقليل من الاهتمام وكثير من الإهمال حتى المنظمات الإنسانية طال غيابها أيضا وحضرت دونها التحذيرات والتقارير المنددة بما وصل إليه الحال يوم بعد آخر تتفاقم معاناة مرضى الفشل الكلوي في ظل القتال الدائر واستمرار حلقة الحصار فيضطر بعض المرضى لقطع المسافات الطويلة رغم الظروف الاقتصادية الضغطة والسفر إلى حضر موت والمناطق شبه الآمنة لطعاطي الغسيل وذلك بعد أن أقدمت بعض مراكز الغسيل وخاصة في تعز على الإغلاق جراء افتقارها لإمكانيات التشغيل ونقص المحال للطبية اللازمة اشتركوا في القناة